السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا هو درس المضافة المضافة او تتمت الاسم في اللغة التركية. طبعا تتمت الاسم المعرف. طبعا هو الك كثير انواع. في له الصفة الزنجل لما. اليوم نحن ناخد حالة واحدة فقط. اللي هي 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 المضافة المضاف إليه المعرف كيف نقدر نشكل المضافة المضاف إليه المعرف أو شو هو المضافة المضاف إليه معرف وتتمت الاسم المعرف في اللغة التركية في حال بدي يقول زراعة الباب أو مسكة الباب المسكة تابعة للباب مضافة للباب حتى في اللغة العربية كما أظن هي مضافة مضافة إليه معرف يعني المسكة أو زراعة الباب مضافة المسكة مضافة للباب أو مثل إذا بدي يقول نظارات الأستاذ حتى كلمة نظارات مضافة لكلمة استاذ يعني ملك الاستاذ فهي مضافة مضافة ليه كيف نقدر نصيحها في اللغة التركية اللغة التركية مشكلة على الشكل الآتي الاسم الاول بدنا ننضف له اين ان اون اون حسب الرباعي واذا انتهى الاسم الاول في حرف صوتي نحميه بحرف اني الاسم الاول طبعا اسمه في اللغة التركية طامليان اسم والاسم التاني اسمه طاملان اسم باللغة التلفون التلفون رح يكون في اللغة التركية سيكون بالعكس فراح يكون التلفن الاسم الاول واكران الاسم الاول واكران اسم الثاني. الطليم اه انتهت بحرف الأو حرف الحرف ال او حسب قعweste الرباعي منضفل او. يعني بياخد هذا الملحق. تليفان و اكران اكران انتهت بحرف الا فحسب التوافق الصوتي بياخد حرف الا. يعني اسم التاني منضفل قصة حرف صوتي. فمنقول اكران. فبسكل كلا تلفون اكران بمعنى شاشة التليفون. ديناع الاسم ال fuerte بيتنا نقل مفتاح البيت مفتاح بيتنا او مفتاح بيتنا لديهم ملكيتين ما يعني ملكيتين الاسم الاول suis بيتنا تمام Butina ايمين المفتاحado للبيت ي victory يعني انzh40 حطيت الاضافات نفسها ما اختلف شي يعني اذا نشلنا ملحق اميز حطينا بس ايفين انا احترر صارت مفتاح البيت وحتى لما نحط اي ملكية من نحط نفس الطريقة من نحط ملكية الاولى اللي هي مساء اميز بعدين من حط الاضافة الاسم الاول اين فبس اصير اميز انا احترر مفتاح بيتنا بدي حط مفتاح بيتي مثلا فبقول بنيم ايفين بنيم ايفين انا احترر مفتاح بيتي وهيك بالارتلاءات طمنا مساهم امثلة طبعا هذا البحث انه مع الملكية رح نقض عليه بالدروس القادمة شو بتشكل لكن قاعدتنا الاساسية هالله هي المضافة المضافة الي العادي يعني بدون اي ملكية تانية بالارتلاءات طمنا مسا عندي اربا وموتور نقول موتور السيارة كيف من شكله كلمة اربا انتهت بحرف صوتي منضيف حرف النه للحماية بعدين اربا انتهت بحرف صوتي ا حسب الرباع بياخد ا فمنضف له ملحق ان فبصير اربانن الموتور الموتور ما انتهت بحرف صوتي فما فيدي عيني حمية بالس لاني حماية الاسم التاني بالس موتور انتهت بحرف الاو فمنحط لحرف الاو فبصير اربانن موتورو بوزولدو تعطل ميتور السيارة دون الفارحة اوكل ومدر نقول مدير المدرسة اوكل انتهت بحرف صوتي او فباخد حسب الرباعي اون فمنقول اوكل مدر مدر انتهت بحرف صوتي او فمنضف له حرف صوتي او تاني تكون اوكل مدير مدير المدرسة بزي ارادو تصítulo بنا مافعول به نحن ففول به نحن بزي ارادو اتصلك بمن انتهت بنا ففول به نحن واحد Lillyَ اوكل مدير بزي ارادو تصال بنا قardaشم اخي بالقافي استطعونا كرده الآن إضافة هنا الناء مفهول به طبعا نحن المضاف الأسم الثاني إذا نضيف له أي شيء فنضيف حرف الناء بعد أن نضيف الإضافة سيبحث الثاني نحن نقوم بإلجاء سيارن إكرانه إنه انتهت بحرف آ حرف آ يأخذ أ فنقول إلجاء سيارن إكران ما انتهت بحرف صوتي فنقول حرف آ يأخذ حرف أ فنضيف حرف أ فإنه سيارن إكران شاشة الكمبيوتر كاردشين بالسيارة الأكبر كسر شاشة الكمبيوتر جينا على المثال اللي بعده ايفين بحتي اسم ايف بيت وبحتي حديقة فإذا نقول حديقة البيت طبعا ما منقول بحتيين ايفي يعني تبهوا بس انه لنقول حديقة البيت الاسم الأول سيكون البيت بعدين الحديقة ايف اول اسم بحتي تاني اسم الاسم الأول منضفله مثل ما اخذنا اين اون 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 ايف انتهر ما في عفوان يعني هي طبعا حرف صوتي واحد بتألف لانه كلمات ايفي وحرف الا حسب الرباعي حرف الا ياخد اي فمنحط له اين فبصير ايفين كلمات بحتي انتهت بحف صوتي اي الاسم ياخد اي حمانا بحرف الس لاني حمات الاسم الثاني تكون بحرف الس بعدين حطينا اي فصارت ايفين بحتي سي حديقة البيت جميلة جدا وكل مدير المدرسة سني جاريور يعني مناديك انا نفس المبداع اصلا عدم عنا المرسة لابلشوهي اقول المدرسة شو فبريكانن الامان لاري شو ذلك فبريكانن الامان لاري انتهت بحف صوتي ا حطينا الن لنحمي الاسم الاول حرف الا حسب الرباعي بياخد اي فحطينا ان شو فبريكانن الامان لاري عمل هذا المعمل انتهت بحف صوتي ايه انتهت بحف صوتي ايه ايه انتهت بحف صوتي ايه يعني ممكن يتغير مواقع بحف صوتي ايه اما الاضافة بطل منتل ما هي ممكن يتغير مواقع المضافة المضافلة او الاسم المعرف فييجي啦ism الاول في اخر الجملة لكن بدل اضافاته واضافات الاسم الاول وممكن تدخل معاه بين المضافة المضافة اليه كلمات تانية مثل مثل ابت想ه معناه هادير الغادير هادير او هدير العاصفة لكن هون غيرنا المكان ظلت الاضافات نفسه يعني هذا اضافاته اضافات اسم اول وهذا اضافاته اضافات اسم اه تاني فمنقول هاي المستخدم اكتر شي بتكون بالطرق يعني بالادبيات ومستخدم بالاشعار يعني بالشعر مش هنلقاه فيه وهيك الخاعدة التانية اللي هي بتكون تدخل كلمات بين المضاف يعني الاسم الاول والمضاف التاني المضاف الي الاسم الثاني ابي من قزا هي كنزة ابي من قزا بالا كلمة انجزال او في التفضيل ابي من قزا كنزة اخي الكبير قيب المش ضعت حطينا بين المضافة المضافلة انجزال الاجمل فصارت كنزة اخي الاجمل ضعت ابي من انجزال كزا فقط نضع عن جزال بين اسم الاول والاسم الثاني فصارت عبمين عن جزال قضاء قيب المش المثال الذي بعده طبعا هي مستهدمة كثيرا حتى نحن نقول مثلا تركيا ننقلب لك شهري المدينة الأكثر ازدحامة في تركيا أو تركيا نحن ممكن نقول نستهد من المضافة المضافة الي هيك مثلا نقول الطالب الأكثر اجتهادا في الصفة نقول صنفا أن يكون أحمد المثال لبعض هو ايلميزين أن جزال ايئيسي دادم در مثلا عضو عائلتنا وفرض عائلتنا ايلميز يعني مانات ايلتنا ايلميزين ايئيسي صارت عضو عائلتنا الأجمل حتى نهل ايئيسي بين الاسم الاول واسم الثاني ايلميزي ان جزال ايئيسي دادم در يكون جدي هون تغيير الاماكن لاحظوا إذا كنت أوراة من حطيناها في بداية الجملة فتصير شو أوراة من طبعا هون ما في داعي للإزراء اني ما يحماية بالاصل شو تمام سوز لري شير جبيدي أوراة من يعني كلمات الأستاذ مثل شعر حطينا نفس الإضافات يعني هذا اسم الأول شوفوا بس غيرنا الأماكن حطيناها مثل ما بنرجع بنقول بشأن نلقافي بالأشعار أو بطرق الأدبية بالنصف الأدبية ممكن تتغير يعني يغيروا يحطوا مثلا الاسم الأول يحطوا في آخر الجولة فممكن لكنه بشكل طبيعي يجي يعني قليلة يجي مثل ما قطلكم بس بالأشعار أو بطرق الأدب مشان القافية وهيك فمنقول أوراة منين سوز لري شير جبيدي كانت مثل شعر شو اللي هي كلمات الأستاذ فإذا شلنا أوراة منين وحطيناها في بداية الجملة فبصير أوراة منين سوز لري كلمات الأستاذ يعني بس غيرنا الأماكن هذا هو المضافة المضافة للمعرف اللغة التركية أو تتمت الاسم المعرف ما هو اسمه باللغة التركية هيك بتشكل نرجع لمحة سريعة الاسم الأول من ضفله حسب الرباعي إين إون الاسم الثاني إي أو 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 الاسم الأول في حال انتهى بحرف صوتي من ضفله حرف النيل الحماية الاسم الثاني في حال انتهى بحرف صوتي من ضفله حرف السيل الحماية نلتقي بدروس قادمة حتى نأخد تتمت أو كمالة هذا الدرس يعني هذا بحث كتير واسع لكن حتى ما يصير عليكم ضغط أو يعني ضغط في المعلومات لأنه هو شويد دقيق ومهم جدا هذا الدرس يعني أغلب يعني أي نص تقروف اللغة التركية ممكن أقل شيء يحتوي على مرتين أو ثلاثة من هالقاعدة يعني كلمات أو شيء من هالقاعدة كتير يعني بتستخدم فمشان هي كردس جدا مهم الانواع كتير احنا اخدنا اليوم نوع واحد بس هو المضافة المضافة الى المعرفة نشكركم كتير لإستماعكم قلنا ونلتقي ان شاء الله بدروس قادمة